فرنسا بالقوى الغاشمة القوى الغاشمة اللي عندهم هجوميا ودفاعيا وكل حاجة طبعا والمغرب بتمحطنا جميعا والمغرب اللي خليتنا تصدق انه فيه واقع وحقيقة مش مجرد احلام هقولك الكلمة اللي بقولها لك من يوم 14 كريم احنا صدقنا فنيا قبل عاطفيا في المنتقب المغربي من قبل البطولة المرحلة اللي حالي صدقناهم فيها بتريد تتزايد هم بقى اللي علوننا سقف التوقعات من خلال تجاوز دور في بلجيكا كرواتيا بعدين انسبانيا بعدين بورتغال المنتقب المغربي مش بس يستحق الدعم لا يستحق ان احنا نبقى شايفينه انه يقبع طيب رغم قوة المنتقب الفرنسي اللي محدش قدر يمكنها المغرب داخل المباراة دي بعودة مصابين وبعض الايجابيات في بشار خير للمنتقب المغربي بالنسبة لي يا كريم وانا بقيت اتفائل بالمنتقب المغربي واتفائل بوجودي في مباريات المنتقب المغربي رقم واحد الحاكم حبيبك رقم واحد زال ارتورو راموس الحاكم المكسيكي اللي بيدوري المباراة ادار كل المباريات اللي ادارها الفرع عربية سواء في امم اسيا 2019 او حتى في هذه البطولة للمنتخب المغربي نفسه امام المنتخب البلجيكي ثم امام المنتخب التونسي امام الدماركي لم يخسر معاه فريق عربي الا في مباراة السناء وكان طرفها الاثنين عرب بفوز المنتخب القطري فيه قبل نهايي 2019 امم اسيا امام المنتخب القطري برباعية يعني خسر طرف عربي بس تكسب طرف عربي مفيش يعني اي طرف عربي موجود في مباراة بيدورة سيزر ارتورو راموس طبعا هي ليست للدلالة الا على التفاقل بالنسبة لي اتنين عودة طبعا المصابين اتنين لعيبة مهمين جدا خاصة في ظل غياب رومان سايس العودة بتاعت نايف اجرد كمان وجود نصير مزروي اللي هنقول كمان نصير مزروي لدور اكثر تفاقلا لما نقول الثغرتين اللي عند المنتخب الفرنسي القوي جدا تاني منتخب قوي جدا هنا عشان نعطي كل دي حقا منتخب الفرنسي قوي افضل منتخب والمنتخب الوحيد اللي كان مرشح من البداية ولازال موجود في البطولة وجود الارجنتين وجود كرواتيا وجود المغرب كلها يعتبر مفاجآت لخروج البرازين لخروج اسبانيا لخروج البرتغال ذات الاسكواد الاقوى لكن فرنسا الوحيدة اللي مكملة ليه لان عندهم حلول كتير جدا لكن انت لو متكلم على صغرات بس بوضح متكلم على صغرات للمنتخب الفرنسي زي اي فريق او اي منتخب في العالم حتى ريما ديه اي فريق في العالم انت دايما كمنافس بتبحث له عن صغرات وتبحث عن الحلقة الاضعف ولو صغرة ولو صغرة لكن المنتخب الفرنسي هو فعلا منتخب شبه ومتكامل لم يكن متكامل يعني طبعا وكلمة صغرات بالنسبة لي تعرفها يا الحلقة الاضعف انا لما هروح بالعب مباراة وعندي امل في الفوز وده املي في المنتخب المغربي فبدور على الحلقة الاضعف كي يتم اختراقها ايه الحلقة الاضعف عند المنتخب الفرنسي حكتين يا كريم رقم واحد التغطية العكسية وراء تيه هرناندز اللي بيعملها بعد الكراسس اشكي اقتلك وجود نصير مزراوي مهم جدا 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 بكرة التكملة بتاعت حكيم زياش من الجناح اليمين العكسي اللي وراء تيه هرناندز والمساحة اللي وراء تيه هرناندز خاصة في الهجمات المرتدة اللي قدر يطورها بشكل عظيم جدا وليد الرجراجي في مباراة البرتغال تحديدا ديه الثغرة الاولى صغرة تانية الكرات السابتة اللي سجل منها المنتخب الديلماركي امام المنتخب الفرنسي صغرة تانية مهمة جدا في ظل وجود نايف اجرد في ظل وجود يوسف النصيري صاحب الهدف التاريخ الايكونيك اللي هيفضل في تاريخ كاس العالم بالقفزة الابداعية وخاصة المنتخب المغربي مميز جدا في الكرات السابتة الهجومية جدا والتاكتك اللي بتعمله وشرحناه هنا لما كلمنا على محل الأداء المنتخب المغربي صغرتين مهمين جدا الكاونترز والتغطية العكسية التانية الكرات السابتة للمنتخب المغربي المنتخب الفرنسي بيخطئ وامام المنتخب الانجليزي هاري ماجوار كان مسيطر اه مسجلش لكن كان مسيطر على منطقة الجزاء في الكرات الدفاعية وكرات الهجومية للمنتخب الفرنسي صغرتين مهمين جدا ادعو الله ان المنتخب المغربي يوفق في استغلاله ان شاء الله ودايما مكملين مع المغرب إن شاء الله